هذا السؤال يقول أثناء الطواف إذا توقفت في الشوط الثالث لمدة نصف ساعة هل عيد الطواف من البداية مستكمل باقي الأشواط إذا توقفت فقط لهذه الفترة اليسيرة فأنت بالنسبة لك تعتبر لا زلت في هذه العبادة فنصف ساعة ليست الفترة طويلة جدا طالما أنك ناوي أن تستمر في طوافك فأحيانا يكون الإنسان كبيرا أو مريضا فبحاجة إلى أن يستريح أو يكون هناك زحام على سبيل المثال فينتظر حتى يخف هذا الزحام بل يستحب أن الإنسان يبتعد عن هذا الزحام و لا سيما بالنسبة للمرأة مع الرجال فإنها تبتعد عن مزاحمة و مدافعة الرجال فإما أن تكون في وقت آخر تتوقف قليلا حتى يخف الزحام ثم بعد ذلك تكمل أو أنها تجعل هذا الطواف في وقت آخر فبالنسبة لعمرأة ليس لها وقت بالنسبة للطواف و كذا بالنسبة للحج الطواف في الحج ليس له وقت أقصد بليس له حد بمعنى له وقت ابتداء و هو بعد منتصف الليل و لكن ليس له وقت انتهاء فيمكن أن يؤجل لمدة يوم يومين ثلاثة أربعة شهر شهرين ليس له وقت محدد فبالنسبة للطواف يمكن أن يؤجل فلذلك لا مانع شرعا من أن الإنسان يتوقف قليلا و لكن عليك أن تبتدئ من المكان من حيث ما انتهيت فلابد في الطواف أن تكون الكعبة عن يسارك فإذا أردت أن تتوقف التصور بأن بعض الناس سيجلس فيعطي الكعبة ظهره و هو متجه للمكان الذي سيجلس فيه فإذا أردت أن تستأنف الطواف مرة أخرى فاستأنف الطواف من المكان الذي انتهيت فيه من طوافك فإذا كنت على سبيل المثال في منتصف الشوط فتبتدئ من هذا المنتصف و تجعل بحيث أنك تكون قد أتممت الشوط كامل و الكعبة عن يسارك دائما تعتني بمثل هذه الأمور ترجمة نانسي قنقر